بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه وحمداً يكافئ مزيد اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حج البيت الحرام أوجبه على المستطيع فقال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى حين أوجبه على المستطيع إن الحج سبيل إلى مغفرة الذنوب والعتق من النار قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه وهو سبيل وسبب من أسباب مغفرة الذنوب كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ومن أسرار هذه الفرائض التي فرضها الله جل وعلا علينا ومنها الحج أننا بهذه الفريضة والشعيرة نتأدب ونتربى على الخلاق الفاضلة والآداب والسلوكيات النبيلة ففي الحج نتعلم معنى الاعتصام نتعلم معنى الاتحاد نتعلم معنى التعاون نتعلم أنه لا فرق بين هذا وذاك فالكل يلبس ملبسا واحدا ويدعو بدعاء واحد أو نداء واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا ربنا طاعة بعد طاعة لبيك عبادة بعد عبادة لا نمل طاعتك لا نمل عبادتك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتكون يا أولي الألباب يا رب إني جئت بابك ملبية لأزور بيتك عامر الساحات وأغبر الأقدام في سير على أرض القداسة مهبط الرحمات أرض بها نادى الخليل مؤزنا فأجاب كل الخلق في لحظات لما رأيت الحج أقبل وقته أخذت عيوني تسكب العبرات وتوجهت نفسي إليك تضرع ترج القبول على مدى الأوقات يا رب إني جئت بابك تائبا فاغفر ذنوبي وقبل التوبات هكذا حج بيت الله الحرام وهكذا أسرار حج بيت الله الحرام يشعر الناس كأنهم في مؤتمر عظيم مبارك يشعر الناس كأنهم في اليوم الآخر بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى يسألون أمام الله جل وعلا هنالك يهنؤون بأن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة يا ملائكتي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم إن الله تعالى غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات فقال سيدنا عمر يا رسول الله هذا لنا خاصة أم لنا ولمن أتى من بعدنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل لكم ولمن أتى من بعدكم فقال سيدنا عمر بن الخطاب كثر خير ربنا وطاب يا أمة الإسلام إن حج البيت له أسراره إن حج البيت له أنواره أسأل الله تعالى أن ينعم علينا بحج بيته الحرام بفضله جل في علاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله